حاجة بقى بعد اذنكم اللي حيجي هنا السكشن انا مش عايز صوت تمام كده كده السكشن بيتصور انا معنديش اي مشكلة عايز تتفرج عليه بعد كده تمام بس طالما انت حتيجي هنا فانت عايز تسمعني اوكي نبدأ احنا ان شاء الله الكورس بتاعنا هو ايه اسمه الالكترونيكس تمام الالكترونيكس بشكل جانعال عندنا هي بتتقسم لحاجتين لانالوج الالكترونيكس ودشتال الالكترونيكس تمام بالمفهوم المبسط اللي انتو هتحتاجوه تعرفوه في الكورس بتاعكو ان الالكترونيكس ده بيحتوي جواه الكونست بتاع الالكترونيكس والالكترونيكس بينما الجزء الديشتال بيحتوي جواه الكونست بتاع الالكترونيكس تمام طيب الالكترونيكس والالكترونيكس دول ممكن نكون بنشوفهم فين دول قليل انك هتبقى بتشوفهم في أبليكيشنز دلوقتي واضحين زي ما هم كانوا موجودين زمان ولكن لو احنا حنقول كده امثلة بسيطة الالكترونيكس دي هي عبارة عن التوصيلات اللي انت تعملت معها كتير او ممكن حتى تكون بتشوفها كتير جدا في الايه في البردات بتاعة الحاجات المختلفة سواء بقى الريسيفرات او الكاسيتس او الحاجات ديه تمام لو انت كده في مرة كان عندك جهاز قديم وجيت طلعت منه حاجة كده هتلاقي في حاجة كده اسم برد خضرة البرد الخضرة دي هي PCP دي هتلاقي فيه كم حاجة كده بتنزقة فيها او ملحومة فيها لو انت جيت بسط من تحت جهة هتلاقي كأنها ايه متلحمة لو وانت جيت بسط لها من فوق هتلاقي شوية متوزعة كده في الايه في السيركت دي تمام التجميعة ديت هي ما بتبقاش بس لا هي في الحقيقة ممكن تكون مع ديشتل ممكن تكون ديشتل بس ممكن تكون بس ولكن في الحاجات الحديثة اللي احنا بتتعامل معها هي غالبا بتكون ايه انا لوك زائد ايه انا لوك زائد ديشتل تمام طيب احنا ايه اللي هنعمله في الكورس ده احنا في الكورس ده هنبدأ اول حاجة خالص مع الانالوج سيركت وبعد كده بعد الميت ترم او في الجزء التاني هنتكلم على الجزء بتاع الايه بتاع الدشتل تمام طيب في الانالوج سيركت احنا محتاجين نعرف ايه اللي حضراتكو مهتمين انك تعرفه تعرف شكل الالكتوريك سيركت ده اعمل ازاي بتتكون من ايه وبعدا ما عرف هي بتتكون من ايه ايه هي الطوق اللي انا من خلالها اعرف احل السيركت دي تمام طيب عشان نقدر نبقى فاهمين الكنس بتاع الالكتوريك سيركت احنا لازم نكون عرفين اصلا الالكتوريستي بتاعتي بتعتمد على كونسيكت ايه فقالك هي بتعتمد على كونسيكت ايه هما الفي والاي الفولتج والكانت طيب ايه الفولتج وايه الكانت بكل بساطة الفولتج ده او لو احنا عايزين ننزل للبيزيكس شوية حاجة اسمها الالكتروموتف فورس دي قدرة سورس بتاعك او خلينا نقول بقى كده ايه لو احنا هنخل نبص للصورس ده كده انه حاجة زي البامب كده قدرته انه هو يضخ بقى في السيركت بتاعتك ده الايه ده الفولتج طيب الكانت مفروض لو احنا شبهنا الصورس بتاعنا انه هو بامب فحيبدأ ايه اللي يحصل لما يضخ في حاجة هتبدأ تمشي في المجرة بتاعتها تمام طيب المجرة ده شايف الكور بتاعت الاندفاع او خلينا نقول كده المية وهي ماشية فيه ده بيعبر عنه ايه الكورنت بس احنا هنا ولا عندنا بامب ولا عندنا مجرى احنا عندنا هنا ايه عندنا هنا شوية وفي نفس الوقت احنا عندنا شوية شحنات اللي هي الالكتريك ايه فبالتالي الفولت بتاعي ده بيعبر عن ايه بيعبر عن قدرة السورس بتاعي دوت انه هو يضخ بقى في السيركتس بتاعتي فبالتالي كل لما تزيد كومت الفولتج ده اللي يحصل معناها ان انا ممكن اقدر ايه ازود كمية الحاجات اللي انا ايه بدخلها للسيركتس بتاعتي طيب الكورنت هو هنا بيعبر عن الايه عن الفلو بتاعي الشحنات دي لما تمشي في الاسلاك بتتصرف ازاي فبالتالي كل لما كان ده يزيد يبقى معنى كده ايه ان انا زودت الشحنات اللي بتايه بتمشي في الايه في الاسلاك بتاعتي ده طبعا كل واحد من دول لديفنشن احنا مش مهتمين او احنا بس مهتمين ان احنا نعرف ان الايه بتوعي بيبدأوا من الايه من الكونسكتس بتاعتي الفي والاي تمام طيب لو انا دلوقتي عايز اتكلم على الايه ايه الحاجات الاساسية اللي بتتكون منها الايه 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 تلك تلات حاجات اول حاجة خالص السورس بتاعتي المصادر اللي من خلالها انا بقدر اشغل السيركتس اصلا بقدر ادخلها كهرباء تمام طيب السورسز بتاعتي ديت ليها اشكال مختلفة ولكن قبل ما احنا نتكلم عن السورسز لازم نحط في اعتبارنا حاجة هو السوركت اللي انت تشتغل عليها دي هي دي سي ولا ايه سي حلو اول يعني ايه دي سي ويعني ايه ايه سي الدي سي هو اختصار لحاجة اسمها الدايركت كارنت والاي سي اختصار لحاجة اسمها الالترينيتين كارنت طيب بالدفينيشن بتاعهم كده احنا نقدر ايه نفهم حاجة لما انا بقول لك دايركت كارنت يعني ايه يعني معناها ان قيمة الباور اللي هتخش للسوركت ده او خلينا نقول قيمة السورس دوت هي قيمة ايه سابتة على طول الوقت ما بتتغيرش يعني لو جيت قلت لك مثلا انت عندك سورس السورس ده مقدار 20 فولت يبقى معنا كده لو انت جيت بعد 20 سنة وبصيت على المسألة ديت برضو قيمة السورس دي هتفضل كام 20 تمام او لو انا جيت قلت لك السورس ده بيدخل السوركت بتاعتي كانت كميتها خمسة ميلي امبير يبقى معنا كده برضو ان هيفضل كانت اللي بيخرج من السورس ده على طول هو كام يعني لو انا جيت بصيت كده للديفينيشن بتاع الحاجة دي مع الطايم هلاقيه ايه سابت ما بيضغيرش ده الكونسبت بتاع الديسي طيب الكونسبت بتاع الاسي هو اسمه يعني كانت ايه بيولترنيت طبعا هو احنا ليه بنقول عليها كانت او ليه هي متوصفة بدلالة كانت دي ليها ايه كلام كتير احنا ايه في غنى عنا ولكن هي التقسيمة بتتم بالايه بالشكل ده طيب ايه بقى معنى الاسي معناها ان السورس بتاعك قيمة الفولت بتاعه او كونت الكانت على حسب نوعه زي ما حنقول بعد شوية بيتغير مع الطايم طيب ايه هو التغير قال لك والله هو ممكن يكون تغيرات كتير ممكن يكون تغير سينسوري دي الكده ممكن يكون ممكن يكون سكوير طيب اللي مطالب بن حضراتكو هو ايه هو السينسوري دي البس تمام يبقى احنا لو حنتعامل مع دي سي سوركيت فاحنا هنتعامل مع ايه مع سورسز وسكون استانت ايه وسكون استانت فالي سبتة طيب لو احنا اتكلمنا على الاسي سوركيت فاحنا هنتعامل مع ايه مع سورسز ويز ساين اور كوزاين يعني هنا حتلاقين انا في السورس بقولك ده خمسة فولت ده عشرة فولت ده تلاتة مليه امبير ده خمسة مليه امبير هنا هتلاقين ايه بقولك هو عشرة كوزاين تن في تي تمام طيب في الوقت الحالي احنا هنهكس بس على الايه على دي سي سوركيت ولكن في خلال الكورس برضو احنا اتعرض للايه للايه سوركيت حد كده لحد دلوقتي عنده مشكلة طيب تعال نروح بقى للنقطة اللي بعد كده فاحنا عرفنا ايه الفرق ما بين الايه ما بين الدي سي وما بين الايه سي طيب نرجع للايه للنقطة اللي احنا كنا منتكلم فيها في الاول اللي هي ايه هو انا عشان اقدر اعمل الالكتريك سوركيت انا محتاج ايه قلنا اول حاجة خالص انا محتاج سورس طيب السورس دوت قالك هو فيه نوعين النوع الاولاني هو اندبندن سورس والنوع التاني هو دبندن سورس طيب من اسماعهم احنا نقدر نستنتج معناهم الاندبندن سورس يعني الفاليو بتاعه ثابت ما بيتغيرش اوكي طب ما ده اللي احنا لسه قيلينه هنا بس خد بالك القيمة دي انت مليكش تدخل فيها هي محطوطة في الدايرة جاهزة مهما انت غيرت في الدايرة الدايرة هتفضل ايه سبت يعني كمثال طبعا انت عارفيني ندير زيستنس يعني اوكي طيب احنا كاكي لسه هنتكلم بس انا قصدي بس عشان ايه نوضع احنا في المثال لو انا شلت التمانية كي ديت وحطيت مكانها 16 كي هل قيمة الايه هل قيمة الفولتج هنا يتغير لا نفس الحكاية لو انا هنا جشيت شلت الخمسة كي ديت حطيت ما كان عشرة كي هل قيمة الخمسة ميلي امبير هنا ديت تتغير لأ فعشان كده بتقول يعني ايه يعني ده ما بيعتمدش على حاجة اوكي طيب ده شكل الفولتج سورس وده شكل الايه وزي ما احنا قلنا في الحالة بتاعت الدي سي انت هتلاقي بيدهم لك كام قيم زي ما انت شايف هنا كده خمسة ميلي امبير خمستاشر فولت يعني حاجة سابتة ما بتتغيرش طيب لو احنا راحنا للايه سي عشان نعرف نفرق ما بينهم دايما هتلاقيه في الدايرة بيحط لك العلامة اللي هي بتاعت الايه بتاعت السين سوريدل دي جوه الايه جوه السيركل يعني عشان يعرفك الفرق طبعا ده شكل الفولتج وده شكل الايه الكرنت بتاعي طيب او ممكن يسيبهم لك بنفس الشكلين دول بس لما يجي يديك الفاليو هنا يديها لك مضروبة في او سين زي ما انا لسه قيل من ايه من شوية ولكن برضو نفس الكلام اللي موجود في الدي سي بيتطبق في ال ايه سي اللي انت لما بتيجي تشتغل القيم دي مابتد ايه ما بتتغيرش مهما غيرت الكمبون انت اللي موجودة فين في السيركيت ومهما غيرت التواصلات طيب ده كده النوع الاولاني النوع التاني في حاجة بقى اسمها يعني ايه بقى يعني الفاليو بتاعه بيتغير اعتمادا على انت موصله فين في السيركيت وفي نفس الوقت برضو اعتمادا على الكمبوننت اللي هو بياخد منه القرية واحدة واحدة تعال ان افترض سيركيت بسيطة زي دي كده طيب السيركيت ديت بالشكل اللي احنا لسه متكلمين عنه احنا عارفين ان ده سورس والسورس ده والسيركيت اللي انا بتعامل معها دي هي دي سي وهنا قيمة الولت ستة بخمسة وعندي هنا شوية عندي هنا واحد كيلو عندي هنا اتنين كيلو وعندي هنا واحد كيلو بعد كده هنا عندي حاجة زي ما انتم شايفين كده في الشكل اللي هو الايه متوصل ومكتوب عليها خمسة طيب واحدة واحدة احنا اتفقنا لما يكون جوه البوكس بتاعك فيه بوستف او نيجاتف يبقى ده معنى كده ان ده ايه ان ده انما لو فيه سهم يبقى ده ايه يبقى ده يبقى انا عرفت اول حاجة خالص ان ده هو بس خد بالك بقى من حاجة دوت قيمة بتاعته هي عبارة عن ايه خمسة في في ايه طيب خمسة ده قيمة ثابتة طيب في ايه هنا هو بيعبر عن ايه قالك هو عبارة عن الفولتج اللي موجود على الايه على الريزيستنس اللي اسمها واحد كيلو طيب لو انا جيت شلت الواحد كيلو ديت وحطت مكانها ثلاثة كيلو هل الفي ايه حتتغير حل طبعا احنا هنشوف بعد شو هي تغير ازاي بس احنا متفقين ان هي حتتغير يبقى قيمة الفولت دي حت ايه هتتغير يبقى معنى كده ان السورس دوت هو بيعتمد على ظروف المسألة بتاعتي عشان تقدر تجيب الايه القيمة بتاعته فبالتالي بنسميهم ايه طب ايه انواع عندنا قالك انت عندك نوعين من السورس اللي هو فولتج سورس او ايه او طيب ممكن يتحكم فيه وممكن يتحكم فيه وبالتالي بقى انت كده عندك كم احتمال عندك اربعة احتمالات اول حاجة خالص ان انت عندك فولتج سورس وعندك كانت سورس وفي نفس الوقت جوا كل واحد منهم لايما يبقى السورس ده كنترولد بولتج لايما يبقى كنترولد بايه بكرانت يبقى ركز تانى احنا عندنا اربع انواع من ال النوعين منهم حيكونوا ونوعين حيكونوا بس السورس ممكن يتحكم فيها وممكن يتحكم فيها فبالتالي بيبقى عندي هو بس ايه اللي بيتحكم في بتاعته فتلاقي قيمته هي عبارة عن الفا الفا دي ممكن يكون اي رقم او ممكن يكون مضروف في قيمة الفولت الفولت ده فين على حسب مواحد ديورك في المسألة او ممكن يكون يعني هو بس ايه بيتحكم فيه البيتا هنا هي عبارة عن ايه برضو ممكن يكون رقم او ممكن يكون او يكون عندك بس البيتاعته مين اللي بيتحكم فيها او يكون عندك بتحكم البيتاعته فيها ايه فيها كرانت تمام كده حد كده عنده اي مشكلة في الحكة بتاعت السورس دي طيب السورس دي زي ما احنا اتفقنا هي تعتبر في السيركت بتاعتنا هي دي اللي ايه من خلالها بنقدر نيه نمشي كانت في السيركت اوكي طيب اي سيركت انت بتتعامل معها لازم يكون فيها مش بالضغاء يكون فيها يعني السيركت سنية هتعمل معاها بس لانديبندنت وديبندنت ما ينفعش بس ليه لان دول في الاساس بيعتمدوا على الايه على السيركت بتاعتي عشان يقدر ايه يمشي الكارت حد كده عنده مشكلة في الكلام ده لحد دلوقتي طيب ده كده اول الجزئية اللي هي السورس طيب السورس دي بنبدأ نوصلها بقى على الكمبوننت اللي هي الحاجات اللي بتكون الايه السيركت بتاعتي لو انت بتتعامل جوه دي سيركت فانت هتتعامل مع كومبوننت واحد بس اللي هو تمام لو انت بتتعامل مع ايه سيركت فانت هيبقى عندك تلاتة كومبوننت لاما وزيستنس لاما اندكتور لاما ايه كباستر ايه ايه ماشي اوكي هو اني واحدة تبس الناس كده هتبقى شايفه هو سمعني واو ولا طيب طبعا تفصيلة كل الحاجة من الحاجات دي جات ازاي لو حد ممكن نبقى اتكلم مع بعض السيركتشن فيها ولكن احنا بنقول ان الكمبوننت اللي بتكون السيركت بتاعتي هي هنا هتبقى متمثلة في بينما هنا هتبقى متمثلة في تلاتة كومبوننت الريزيستنس والاندكتور والايه والكباستر تمام طيب وبالتالي انت لو عايز تعمل اي سيركت ايه اللي انت هتعمله مع شوية وحط لي شوية كومبوننت متمثلين في الدي سي في الريزيستنس وفي الاي سي في حاجة من الايه تلاتة دول او التلاتة دول او حاجتين منهم ويبقى انت كده عملت سيركت ده طبعا لو احنا بنتكلم ايه كلام مورسل لكن في النهاية احنا هدفنا ايه ان اي حاجة احنا بنوصلها نقدر من خلالها نوصل لحاجة يكون لها ابليكيشن في الايه في الحياة الواقعية بتاعتنا تمام ولكن بواجهة عام انت كده ايه قدرت انك توصل دايرة زي الدايرة اللي موجودة قدامك داية او الدايرة دي او الدايرة دي او الدايرة دي طيب انا كده قدرت ان انا اعمل ايه قدرت ان انا كون دايرة طب هو انا فعليا انا ما بكون الدايرة دي او ما بعملها بيكون غردي الاساسي منها ايه ان انا انفز ابليكيشن معين طب الابليكيشن ده ممكن يكون عبارة عن ايه تعال انفكر فيها كده دلوقتي انت عندك حاجة زي مكبر الصوت اللي موجود ايه قدامنا ده مكبر الصوت ده عشان يشتغل انت بتعمل ايه بتوصله بالكهب طبعا انا هاخد المثال دوت بشكل يعني تبسيتي جدا فبالتالي في حاجات انا ممكن اقولها ممكن واحد يكون فاهم كلام اكتر من اللي انا هقوله فيحس ان فيه مشكلة في الكلام اللي انا بقول لا انا بس انبسط المثال علشان الناس كلها تبقى هنا فاهم انا قصدي ايه تمام فلو حد فاهم اكتر من اللي انا هقوله انا اقوله ايه دي عارف الكلام ده بس انا مش عايز اعادها عليكم ماشي طبعا فمكبر الصوت اللي قدامنا ده عشان يشتغل هو محتاج ايه احتاج كهبة الكهبة اعتبر كان دي السورس بتاعنا تمام طبعا بعد اما الكهبة دي داخلت عالجهاز المفروض اللي بيحصل بيبقى في شوية الكونيكشنز جوا الجهاز تعال انا افترض ان الكونيكشنز مسلا حاجة بالشكل ده او حاجة بالشكل ده تمام طيب هو انت ايه غردك الاساسي غرد الاساسي ان لما يجي حد يستعمل الميكروفون ده الميكروفون دوت ايه يطلع صوته بشكل صحيح وبالتالي انت بتبقى محتاج ايه هتبقى محتاج انك تنفس حاجة معينة يعني كانك بتقول انا عايز قيمة للمقاومة دي تبقى بكذا او عايز فولت على المقاومة دي بكذا او عايز كانت يمشي في البرانش ده بقيمة كذا يبقى معنى كده انك بتبقى عايز ايه بتعمل حاجة اسمها انت عايزت ايه تحدد حيات كده معينة الحاجات ديه لما حتنفزها تقدر انك تحقق الغاد من الايه من السيستم ده اوكي طيب ده انتو مش هتكونوا مطالبين بقوي وما لانه هيبقى مطالب من حضرتك انك تعمل حاجة اسمها اناليسز يعني ايه اناليسز ان انت حجيلك سيركي الجهزة بداية بقى من دلوقتي لحد اما احنا نعدي في الايه في الطوبكس المختلفة في الكورس اللي حيبقى مطلوب من حضرتك انك تعمل لها اناليسز يعني ايه يعني زي مثلا في المسألة الموجودة دي في الشيط عندك سيركيط متوصلة بالشكل دوت انا عايزك تجيب لقيمة الكرانت اللي موجود هنا تمام او عندك مسلا سيركيط بالشكل دوت انا عايز رعها في قيمة الباور اللي حتبقى مسلا في الريزيستنس دي تمام كده طبعا ده على السكيل اللي هو الايه البسيط اللي احنا نتكلم عنه في السيكشن ده كل ما احنا نيجي نقدم في الكورس حنلاقي حاجات ايه مختلفة ولكن دلوقتي اللي احنا فاهمينه ان احنا حيبقى عندنا سيركيط السيكيط دي بيبقى غادنا الاساسي ان احنا نعمل لها ايه اناليسيز عشان نقدر نوصل لحاجة هو اللي ايه دي حيبقى طالبها مني فين في المسألة بتاعتي حد كده عنده مشكلة دونيا كده تمام طب ده كده كلام جميل جد احنا كده عرفنا الالكتروك سيكيط بتتكون من ايه وعرفنا الاشكالة المختلفة للسيكيط والاشكال المختلفة للايه للكمبوننت اللي هتتوصل جوه السيكيط بتاعتي طب انا دلوقتي وعرفت ان انا هيجيه لسيكيط والسيكيط دي هيكون هدفي ان انا اجيب حاجة فيها او ان انا حل حاجة فيها طب دلوقتي انا عايز اخد التولز او اعرف التولز اللي من خلاله هاقدر ايه احل المسألة بتاعتي او اقدر اشتغل فين في المسألة بتاعتي فهنبدأ نتكلم شوية على الايه على الرولز بتاعتني طيب ايه هي الرولز لو احنا بنتعامل مع دي سيكيط فاحنا قولنا ان احنا هيبقى عندنا في الدايرة ايه فولت فولتج سورس او سورسز وايه وإحنا اتفقنا ان اي دايرة هي هيبقى عندك فولت وهيبقى عندك كانت وهيبقى عندك فيها كمان ايه فاحنا عايزين حاجة تربط لنا التلاتة دول مع بعض طيب يطربتوا عن طريق الجنرال اللي هو ايه في بي سور اي فوق يبقى اي فولتج انت عايز تيجيبه هو عبره عن قيمة الكانت اللي ماشي في الايه في الريزيستنس دا تمام دا اللي احنا بنسميه اومز لو طيب دا هو اللي بيربط للسيركيت بتاعتي يعني اي حاجة جوا السيركيت هي تمشي بالايه بالقانون دا طيب لو انا جيه بقى بتعامل مع ايسي سيركيت قالك هو هو نفس القانون بس الفكرة كلها انك بدل ما بتحط القر بتحط حاجة اسمها الزد الزد دي اللي هي الايه اللي هي الانجيدنس تمام طبعا زي ما احنا قولنا احنا مش هنركز اوي في الايسي دلوقتي لما يبقى ايه محتاجين نسترس عليه حنبقى ايه حنبقى نرجع ولكن في النهاية دول القانونين اللي هما ايه او خلينا نقول هو قانون واحد اللي بي ايه بيمشي للدنيا جوا السيركيت بتاعتي كده في اي مشكلة فاحنا كده معانا كل حاجة تخلينا ان احنا بقى فاهمين احنا المفروض نعمل ايه تعالى بعد كده نفهم بقى هو الدائرة بتاعتي دي لما انا باجي وصلها هي بتمقعبا عن ايه اي دائرة انت بتتعامل معها بيبقى في شوية الديفينيشنز موجودة فيها الديفينيشنز ديت بتشمل حاجات بتشمل حاجات ليها علاقة بالايه بالسورس بتاعي او الكمبوننس اللي بتعامل معاها او الاشكال اللي السيركيت بتاعتي ديت او جاداتها ايه معنى الكلام دوت دلوقتي الدائرة اللي موجودة قدامك دي انت فاهم ان ده بولتج سورس وان ده كانت سورس وان دول كده شوية موجودين فيهم صح؟ لو انا قلتلك انا عايزك تحل الدائرة دي يعني ايه تحلها؟ بشكل جنرال انك انت تجيب لي قيمة الكانت في كل حتة وانك تجيب لي قيمة الفولتج في كل مكان طيب بشكل سبحان انا اقولك لأ انا عايزك تجيب لي قيمة العمال انت هنا او عايزك تجيب لي قيمة الكانت اللي حيبقى ماشي ايه؟ ماذا يا ؟ اللي حيبقى ماشي هنا انا عشان اعالت في حل الدائرة دي انا محتاج ايه؟ انا محتاج اكون فاهم اصلا هي الدائرة دي بتعبّر عن ايه؟ او الحاجات الي جواها دي ممكن تتحل زي handlar ان الحاجة الوحيدة اللي انا عرفها دلوقتي ان اي رزيستنس بيبقى عليها ويبقى ماشي فيها هنا كاررا كارنت اسمه اي الفي وان دا ود بيسوي اي وان في ار وان دي الحاجة اللي انا عرفها هلاعرف حاجة اكتر من كده فمن هنا نبدأ نتكلم على الحاجة اسمها الايه الاناليسيس تكنيك في شوية التكنيك انت هتبدأ تسمحها هتسمح لك انك تقدرت ايه تحل المسائل المختلفة ماشي بس قبل ما ناخد التكنيك ده احنا محتاجين نعرف ايه معلومتين ايه هما المعلومتين جوا اي سيركت انت بتتعامل معاها بيبقى فيه ديفينيشنز الكام معلومة كده الديفينيشن الاولاني هو ايه هو يقول لك ان السيركت بتاعتي فيها كام لوبس يعني ايه لوب من بتاع اللوب يعني حاجة ايه مقفولة اللوب هو بكل بساطة انك توقف عنده نقطة وتمسك السيركت بتاعتك دي وات ايه وتلف فيها لحد لما ايه ترجع لنفس النقطة فانت هتيجي هنا تقول لي انا حمسك النقطة ديت ولفة لفة 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 من هنا لحد ده ما ارجع هنا يبقى دي كده اسمها ايه لوب او حمسك من النقطة دي ولفة لفة 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 وارجع هنا يبقى دي اسمها ايه لوب او ممكن اخمسك من النقطة دي وارجع للنقطة دي تاني يبقى السيركت اللي موجودة قدامي دي فيها كام لوب فيها تلاتة لوب اللوب اللي بتبقى من اول السيركت او اللي بتشمل السيركت كده كلها بنسميها حاجة اسمها السوبر لوب تمام ولكن في النهاية احنا كده فهمنا يعني ايه كونسيبت لو طيب في ايه ديفينيشن تاني بنسمي اللي بتبدأ من النقطة ديت وتقوم واخد السيركت كده كلها معاك بنسميها السوبرو طيب في حاجة تانية احنا بنسميها ايه بنسميها النودز ايه هي النودز هي مكان التقاء اكتر من برانش طيب واحدة واحدة يعني ايه برانش اصلا البرانش ده بكل بساطة هو عبارة عن سلك كده موجود في السيركت طبعا السلك ده ممكن يكون متوصل عليه اي حاجة ممكن 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 اي حاجة والسلك دوت ليه بداية مش نفس النهاية بمعنى الحتة اللي موجودة قدامي دي كده تمام؟ طيب زي ما هنفهم بعد شوية هنقول لان عليها نفس الايه لايها نفس الفوتش بس خلينا للوقتي بس نقولي ان دي كده سمع برانش طيب من اول الايه النقطة دي لحد النقطة ديت ده اسمه برانش كأنه زي فرع الشجرة كده تمام؟ طيب من النقطة دي كده لحد النقطة اللي تحت ده برانش تالت يبقى انا الدايرة بتاعتي دي فيها كم برانش فيها تلاتة اماكن بقى الاتقاء بتاع البرانشيز دول بيعملوا لحاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها نوتز تمام؟ يبقى دلوقتي الالكتوريك سيركت بتاعتي بتتكون من مجموعة من السورسز زايد مجموعة من الكمبوننز متوصلين مع بعض بشوية ويرز في مشكلة؟ اي تركيبة بتعمل بتبدأ تخلق لي شوية ايه؟ مش بالضغط طبعا ان كل الحاجات اللي انت تتعامل معاها يبقى فيها لوبس كتير لا ممكن مسألة يبقى فيها لوب واحدة ممكن مسألة يبقى فيها اتنين ممكن مسألة يبقى فيها تلاتة وممكن اربعة او خمسة نفس الحكاية انت ممكن تتعامل مع برانش واحد بس او اتنين او تلاتة النوتز نفس الايه؟ نفس الموضوع كله اوكي؟ طيب معلومة اخيرة بس عشان نبقى خلصنا كل حاجة في كلامنا عن السوركت ان احنا شغلنا كله لما بنيجي نشتغله احنا دايما بنرفير لحاجة يعني ايه بنرفير لحاجة؟ يعني انا هنا لما جيت قلت لك السورس بتاعي دوت في الحالة بتاعت الفولتج هو مثلا قيمته خمسة فولت او عشرة فولت فالمفروض الفاليو دي هي بتبقى يعني حتى الديفنيشن بتاع الفولت ما بيتقالش فولت بس هو بيتقال فولتج ديفرنس طب هو الديفرنس ده ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الفاليو اللي انت بتجيبه وريفرنس بيبقى موجود عندي في المسألة الريفرنس ده دايما بيبقى موجود فين؟ في المسألة تحت اللي هو الايه؟ اللي هو الديفرنس اللي هو الفولت بتاعها الناس اتفعوا قالي انه هو يبقى بكام؟ انه هو يبقى بزيد فبالتالي لو انا جيت قلتلك انا عايزك تجيب الفولتج لتساي مثلا بتاع النقطة دي حتقولي بس الفولت هو عبارة عن ايه؟ عن ديفرنس ما انت بتجيبه ما بين النقطة دي وما بين الايه؟ وما بين الجامل طب لو جي قالك انا عايزك تجيبه ما بين النقطة دي وما بين النقطة دي خلاص هو كده حددلي الايه؟ النقطة تهم بتوعي فبالتالي مفيش مشكلة لن نعف اجيبها بالشافة ده حد كده عنده مشكلة؟ في كده حاجة مش واضحة بالنسبة لايه حد؟ كده احنا الدنيا بقت ايه؟ واضحة بالنسبة لنا في السيركتس تعالى نبدأ بقى نشوف ايه هي الطرق اللي بتخلينا اصلا نعف نحل السيركتس دي طيب انا عايز بس الناس تاخد بالها من حاجة ان انا هقول الطريقة وبعد كده هنروح على مسألة نحل بيها بحيث ان انت ما تبقاش بقولك كلام نظري بعد كده نخش نحل ايه؟ مسائل لا انا عايز ونفس الوقت واحنا بنتكلم هنا تبقى انت ايه؟ المسألة بتتحلي هنا قده ماشي؟ طيب اول طريقة احنا بنسميها يعني ايه يعني التبسيط الطريقة دي بتعتمد على ثلاث ايه؟ ثلاث نقط اساسية ايه هم؟ حاجة اسمها حاجة اسمها وحاجة اسمها طيب واحدة واحدة كده لو احنا نجينا بصينا المسألة ديت هوم يديك سيركت بالشكل دوت السيركت دي طبعا اولا من بصيلة احنا عارفين ان هي دي سي ليه؟ لان انا بتعامل مع قيم ستة للايه؟ للصورسس بتاعتي وفي نفس الوقت كل اللي موجود في السيركت بتاعتي هو عبار عن ايه؟ واجيه طلب منك كده انا عايزك تجيب قيمة الكانت اللي موجود فين؟ اللي موجود في البرانش ده تمام؟ طيب القاعدة الاولى لما ييجي يطلب منك قيمة كانت او قيمة فولتج في حتة معينة الحتة ديه تتسب زي ما هي طب باقي السيركت بتاعتي غير فيها زي ما انت عايز او مش عايز تغير بحتك بس ايه؟ ده ما يتشالش ليه؟ لانك في النهاية انت عايز تجيب الفاليو هنا طب في الجزء اللي قابليه مش فارق معي تمام؟ طيب ده كده ايه؟ النقطة الاولى النقطة التانية انا عايز احل السيركت ديت بحيس ان انا ده اجيب كنت الكانت اللي فين؟ اللي هيبقى ماشي هنا احنا هنحلها باستخدام الايه؟ باستخدام السيمبليفيكيشن طيب فاحنا قولنا في السيمبليفيكيشن ايه اول حاجة او من ضمن الحاجات اللي بيتكون منها حاجة اسمها السورس ترانسفورميش يعني ايه السورس ترانسفورميشن؟ مش انت قلتلي لان القاعدة الاساسية اللي بتتحكم فيي في السيركت بتاعتي هي عبارة ان الفي بي سوا ايف ار طب ما هو بنفس الكونسيت لو انا جيت بسيت على الشكل البسيط ده كده انا هنا شايف قدامي ايه؟ انا شايف قدامي سورس السورس ده قيمته خمسة ميلي امبير ومتوصل معا إمبارل ريزيستنس قيمتها كام؟ خمسة كيلو اوم لو انا جيت قلتلك انا عايزك تجيب الفولت اللي موجود على الخمسة كيلو اوم ده هتقول لي هو عبارة عن ايه؟ للحتة دي كده بس كأنك خرجتها برا السيركت في بي سوا ايف ار تمام؟ طيب مش الشكل دوت بالكونسيت اللي احنا بنقول عليه ده يبقى اكويفلنت الحاجة بالشكل ده كده الفي اللي بيساوي ايف ار فهم ايه لي يبقى ده كده خمسة وعشرين والر اللي هي خمسة كيلو انا هنا عملت ايه؟ عملت حاجة اسمها سورس تانسفورميشن انا جيت خد السورس بتاعي دوت اللي هو في الاساس متوصل عليه ريزيستنس ومتعامل ايه؟ ومتا محاوله مع الريزيستنس دي طيب هو احنا اصلا ليه بنعمل كده؟ انت هدفك الاساسي هدفك الاساسي انك عايز تبسط المسألة انت عايز تسهلها بحيس بس يفضل لك حاجة تعرف من خلالها تطبق القاعدة البسيطة دي علشان تقدر تجيب كونت الكونت اللي موجود فين؟ اللي موجود في البرانش ده فدي اول حاجة خالص بيعملها ان انت لو عندك كونت سورس متوصل عليه ممكن تحوله متوصل عليه ايه؟ او العكس ايه اللي بيعبط للعملية دي كلها مع بعض؟ الفي بي يساوي اي فوقا كده في مشكلة ممكن نعمل نفس الكلام في ايه؟ ممكن نعمل نفس الكلام هنا طيب فبالتالي هنا انا هحاول الشكل ده لايه؟ رزيستنس متوصل عليها ايه؟ سورس كنتو هتبقى كام؟ 5 بولد حد تاهمني؟ دونية واضحة؟ هنا بقى ناخد بالنا من حاجة ايه الحاجة ديت؟ انه كنت متوقع حد يسألني السؤال ده بس بما اننا من حد السأل نقول دلوقتي انا هنا لما اجيت حولت الكونت سورسة ده لفولتج سورسة وهنا نفس الكلام انا لازم اخد بالي من ايه؟ لازم اخد بالي من اتجاه الكرنت ومن البولاريتي بتاعت الفولتج او اتجاه الفولتج ايه معنى الكلام دوت؟ انت هنا السهم ده بيقولك ايه؟ بيقولك ان الكرنت ده ماشي لفوق تمام؟ فبالتالي لما انت تيجي تحول السورسة ده للسورسة دوت لازم تضمن ايه؟ ان نفس العملية بتحصل ان الفولتج سورسة ده لما يتحط هنا وقتا ما هيطلع الكرنت هيتطلعه فين؟ هيتطلعه الفوق نفس الحكاية فين؟ هنا الكرنت بتاعي ماشي فين؟ ناحية الشمال فلازم الفولتج سورسة بتاعي يتعرف ايه؟ ان هو بيطلع كرنت ناحية الايه الشمال وطبعا احنا عارفين ان البتري مفروض الفولتج تاعها بيطلع منين؟ من البوستر ايه طيب كده في ايه مشكلة في الكلام ده؟ لما احنا كده عملنا العملية دي السيركت بتاعتي بقى شكلها عامل ازاي؟ بشكل مؤقت بقى عندي بوستر او نيجاتف او لو احنا هنعملها يعني زي الشيت مش فارق يعني بقى عندي هنا كده 25 فولت متوصل عليها 5K وهنا عندي 4K وبعد كده متوصل عليهم الايه؟ اللي هو 1K متوصل عليه 5 فولت والمفروض عندي البرانش ده هنا اللي هو 5K وهنا 15 فولت وده كله متوصل في الاخر على الريزيستنس اللي هي الكام 5K اللي انا انتريست ان انا عارف ايه الكرانت اللي ماشي فيها عامل ازاي؟ كده في اي مشكلة لحد دلوقتي؟ احنا مجرد شلنا الاتنين دول وحطناهم بالايه؟ بالشكل الجديد طيب تاني حاجة في السيمبليفيكيشن وعلى فكرة انا عايز اقول لك على حاجة الخطوات دي مش لازم تمشي بالترتيب انت ممكن ايه؟ تعمل اي حاجة قبل اي حاجة حاجة بنسميها الكمبوننت ايه؟ بص الكمبوننت بتوعك وقتا ما هيتوصلوا هو ليهم نوعين من التوصيل لاما يتوصلوا بحاجة اسمها السيريس كونيكشن او يتوصلوا بحاجة اسمها ايه؟ البرالين ايه؟ كونيكشن طب ايه هو السيريس كونيكشن؟ ان هم يتوصلوا جنب بعض كده لو احنا بنتكلم على طب وايه هو البرالي الكنيكشن؟ ان هم يتوصلوا بالايه؟ بالشكل ده طبعا مش بالدراء ان هم يكونوا اتنين بس ممكن يكونوا تلاتة ممكن يكونوا اربعة تمام؟ طيب ده لو احنا عايزين الحاجة تبقى واضحة طب لو احنا عايزين نبقى فاهمين الكنسبت صح نعافها منين؟ في البرالي الكنيكشن هو بيقولك حاجة حيبدأوا من نفس النقطة وينهوا عند نفس النقطة تمام؟ ده علشان لو هو في المسألة ما جابلكش الحاجة بشكل واضح فانت تعرف منين ان الاثنين كومبونت دول متوصلين بارالي لما يبدأوا من نفس النقطة وينهوا عند نفس النقطة طب في السيريس النقطة اللي ده بينهي عندها ده بيبدأ عندها اوكي؟ طيب ده كده الشكل الموسط لما احنا هنحل دلوقتي حنشوف ايه؟ اشكال اكثر تعقيدا يعني ولكن ده الفكة بتاعت السيريس والبرالي الكنيكشن يتبقى عبارة عن ايه؟ واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3 على حسب عدد الريزيستنس زي اللي موجودة عندك دايمن اللي احنا نتعامل معاه هو ان يكون عندك ايه؟ اتنين ريزيستنس فساعتها بتقوم قايل ان الار توتال على طول هي عبارة عن ايه؟ اضرب ويقسم على الايه؟ على المجموعة صح كده؟ ليه R1 في R2 على R1 زائد R2 طيب ده كده ايه؟ ده كده كلام جميل على فكرة هو مش دي انواع الكنيكشنس بس بس يعني دي الحاجة اللي احنا محتاجين نركز عليه دلوقتي طب بالنسبة للسورسز بتاعتنا قالك برضو بيتجمعوا بيتطرحوا بنفس الايه؟ بنفس الكنسل بس اخد بالك من حاجة ان وقتا ما بيتجمع بيتجمعوا لما يكون سيريس مع بعض او يتطرحوا على حسب في الاخر شكلهم عامل الزائد بينما لازم يكونوا ايه؟ يكونوا الناس كده مجمعات كلام ده ولا في مشكلة؟ طب ده كده كلام جميل فبالتالي في الشكل اللي موجود قدامي ده الريزيستانس دول انا ممكن اشيلهم وحط مكانهم ايه؟ احط مكانهم فايف بلاس فور بلاس وين اللي هي كام اللي هي تان كيه؟ وعندي هنا خمسة وعشرين وهنا خمسة بس خد بالك ده بيطلع كده وده بيطلع كده ازاي؟ يبقى معنى كده ان هيبقى الغالب هو هيبقى انا واحد بس ساعتها الخمسة وعشرين دي تطرح من الايه؟ فبالتالي كأنه ده اقول ان انا هنا عندي صورة بكام؟ عندي صورة سبع عشرين كده في اي مشكلة؟ الفولتج جول كانت فايدر دي هنسيبها هنبقى نشوفكم في حاجة كده ايه؟ مختلفة ولكن خلينا ايه؟ نرجع نكمل ايه في مسألاتها؟ طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله بعد كده؟ حد يضا يقول لي؟ تعاف انك هتقول لي دي لوب وممكن نعمل كيف يقول له؟ ممكن حاجة كتير بس انا دلوقتي انا باتكلم في سمكليفكيشن ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ نعمل كنصورس تمام لو احنا بنتكلم مع القواحد اللي احنا لسه عارفناها لحد دلوقتي فهنتكلمنا عن حاجتين والايه؟ فانت تقدر انك تاخد الاتنين دول كده مع بعض وتقول لي هحول هوم لك لايه؟ والرزيستنس كنت تبقى كم؟ عشرين على ايه؟ يبقى هنا اتنين ميلي امبير وكنت الرزيستنس ببتتغيرش وفي نفس الوقت برضو تاخد الاتنين دول كده مع بعض تعمل ايه؟ تحرق ده من اللي هو فيبقى عندك هنا خمستاشر على الخمسة ويبقى عندك هنا اللي هي الكام كل ده في الاخر متوصل على الايه؟ عالخمسة ايه؟ اللي انت عايز تماشي فيها الكانت اللي هو اسمه ايه؟ اي او اللي هو قليدي يبدو لك في المسألة ان هو اي واللي انت عايز تجيبه طيب بعد كده دول مع بعض فانت هتقوم ايه؟ عشرة في خمسة على ايه؟ على عشرة زائد خمسة اللي هي تبقى تيديك كم؟ كنت الريزيستنس والكان سورس تجمعهم مع بعض فبالتالي اتنين زائد ثلاثة يبقى كام؟ دي هي السيمبلفيكيشن السيركيت بتاعتك كلها بعيدا عن الحاجة اللي انت عاوزها بتبدأ انك تبدأ ايه؟ بتعمل شوية وشوية ايه؟ لحد لما توصل ان الجزء اللي انت محتاج تحسب فيه الحاجة اللي انت عاوزها سواء كراند زواء فولت زواء باور بتفضل زي ما هي وبقية السيركيت كلها في الاخر تحول لك لايه؟ سيركيت بسيطة زي دي تمام؟ طيب السيركيت اللي بسيطة زي ديت ايه ممكن انت تحسبها؟ خلص وعاك يا لو عايز لسانين عن طريق حاجة بقى بنسميها ايه؟ هو بيقول لك لو انت عندك سيركيت زي اللي موجودة قدامك ديت وانت حابب تجيب كراند اللي اسمه اي فكراند هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن قيمة الكراند صورس بتاعك مضروف في ايه؟ انت عايز تجيب الكراند فين؟ هنا يبقى مضروف في كراند دي مقسومة على السميشن بتاعك الاتنين دول كده مع بعض ده اللي احنا بنسميه الايه؟ الكراند ديفايدر طيب تعال انا افترض مع بعض ان انت قم تمحول الاتنين سورس دول لفولتج سورس متوصل عليه ساعتها انت هتبقى ايه؟ عايز تحسب كنت الكراند دي؟ ممكن تحسبها بكل بساطة انك تقوم قايل ان الفي بيساوي الاي في الار فتحسب كنت الاي اللي موجودة في السيركت كلها وبالتالي يبقى انت كده تجيب كنت الاي؟ الاي دايد يعي ممكن كده وممكن كده طب تعال انا افترض ان هو كان طالب الفولت اللي موجود على الخمسة كيلو ده في المسألة فانت عندك حل من الاتنين لاما اول حاجة خالص تجيب كنت الكراند زي ما احنا جبناه هنا وتقوم قايل ان الفي هو عبارة عن الاي في الاي؟ في الار؟ او تقوم عامل التحويلة اللي احنا قلنا عليها ديت فيبقى الداية بتاعتك بقت عبارة عن ايه؟ عن حاجة بالشكل ده كده؟ فساعتها تقوم قايل ان الفولت اللي موجود هنا ده هو هيبقى عبارة عن ايه؟ عن قيمة الايه؟ الفولتج سورس دوت؟ عن قيمة الفولتج سورس ده؟ مضوب بقى في ايه؟ اللي انا عايز اجيبها عليها الفولتج؟ مقصوم على الايه؟ على الصميشن بتاعتني؟ ده اللي احنا بنسميه الايه؟ الفولتج سورس ايه؟ على فكرة سواء كان هما مجرد بس اختصار لكذا خطوة كده في النص لانك دي بتتجاب ازاي؟ انك هتقولي ان انا هنا عندي كانت اسمه اي ماشي في السيركت الاي دوت هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن في مقصوم على ار وان زي ايه؟ ار تو لو انا عايز اجيب الفولتج اللي على الريزيستنس ما ار تو فهو عبارة عن الاي في الاي؟ في الار تو اللي هو في الاخر بيوصلني لل ايه؟ الشكل ده فده بس يعتبر كده ايه؟ اختصار بس ايه لكذا حاجة كده موجودين جواه بعض حد كده عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب السيمفل فيكيشن بتنفع امتى؟ لما تكون عايز تجيب قيمة محددة في الدايرة بتاعتك؟ مش عايز تحل الدايرة كلها تمام؟ طب هنا نيجي السؤال انا في الامتحان هيتطلب مني ان انا حل بسمفل فيكيشن؟ ولا هيتطلب مني حاجة معينة؟ يعني مسموح لي ان انا حل باي حاجة؟ ولا حل بحاجة معينة؟ السيكشن دوت تمام؟ كل الكلام اللي احنا بنقوله هنا ده انا مش حاجي اسألك عليه في المنهج يعني مش حاجيب لك في الامتحان وقولك حل ده يا زي دي ومال احنا بناخده ليه؟ لان ده هو التول اللي هتساعدك انك توعف بعد كده تحل يعني انا مش حاجيب لك مسألة وقولك اعمل سيمبل فيكيشن بس انت لما تجيلك المسألة وانت شايف ان السيمبل فيكيشن هو انصب طويقا انت هتشتغل بيها زي ما هنقول بعد شوية شايف ان الكيفي ام هي الانصب هتشتغل بيها طب انا هعفل حاجة دي ازاي؟ من التوبيكس اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده تمام؟ المفوض الكلام ده انت دخلته وامتحنت عليه وانجحت فيه قبل كده كده فيه اي مشكلة في الكلام ده؟ المسك نخب المسك طيب حد كده عنده اي مشكلة؟ في حد وايع منه اي حاجة؟ طيب ده كده ايه؟ اول حاجة احنا كنا ايه؟ عايزين نتكلم عليها تاني حاجة من ضمن المثل زي اللي انت ممكن تستعملها حاجة اسمها الكيفي ايه وحاجة اسمها الكي والكي يال طيب ايه الكي والكي يال دول الديفينيشنز بتاعهم معتمد على الديفينيشنز اللي احنا قلناهن في السيركت ان انت السيركت بتاعتك دي بتتكون مجموعة من اللوبس ومجموعة من الايه؟ من النوت. هي بتقول لك ايه? بتقول لك اي لوب موجودة عندك في السيركت بتاع الفولتجز عليها لازم يكون بيساوي زين. طب احنا قلنا اللوب نعافها ازاي? اوقف عند نقطة ولف. وارجع لنفس النقطة دي ايه تاني? لو انت قعدت تجمع الفولتجز على النقطة المختلفة ديت لازم في النهائة مجموعهم يكون بيساوي كام? يكون بيساوي زين. طيب. كي سي موجودة بال ايه? بتقول لك ايه? ان انت لو جيت وقفت عند اي نوت في السيركت بتاعتك. تمام? لازم تلاقي اللي ده خلالك اللي خرجه من ايه? اللي خرجه من عندك. طيب. ده كده كايه? ككلام نظري. كي سي اسمها اللي هما في الاساس مبنيين على الايه? على عشان الوقت بتاعنا احنا بس هنقيه? هنغطي هنغطي ايه? الجزء بتاع الكي في ال. وفي الشيط في مسألة تانية على الكي سي ال. تمام? بس خلينا بس ايه? بنلحق نتكلم في الجزئية دي. طيب. في جزء الايه? الكي في اللي دوت او في اللوب اناليسيز احنا اتفقنا ان اي سيركت احنا بتعمل معاها بتبقى عبارة عن ايه? مجموعة من اللوبس. لو احنا بنتكلم عن مسألة كسيركت سبيور فهو ممكن ييجي يلزمك باللوبس معينة تشتغل عليها زي ما هو هنا حاطت في المسألة. او يسيب لك الحرية بتاعت الاختيار. في المسألة اللي موجودة قدامي دي. لا هو هنا بيقول لك ايه? ادي اللوب الاولى. الكرنت اللي ماشي فيها ده بنسميه اي وان. والاتجاه بتاعه كده. دي اللوب التانية ماشي فيها كرنت اسمه ايه? اي تو. ودي اللوب التالتة ماشي فيها كرنت اسمه اي ثري. طيب هو طالب مني هنا ايه? هو طالب هنا ان انا اجيب قيمة الايه? الكانس دول بيساوي كان. وبعد كده طالب مني كزا مطلوب في المسألة منهم ان انا ايه? احسب الباور. اوكي? طيب. خلينا اول حاجة خالص نركز في الايه? في الجزء اللي في الاول اللي هي انا عايز احسب قيمة الايه? قيمة الكانس دول. عشان اقدر ان انا احسبهم? هستعمل? هاعتمد على ايه? على كيفيقل? طيب كيفيقل بيقول لي ايه? بيقول لي جوا كل لوب لازم مجموع الفولتش ده يساوي كام? يساوي زير. فتعالوا نمسكهم كده واحدة واحدة. اللوب اللي هي رقم واحدة. اللي هي موجودة هنا قدامي. اللي انت شايفه فيها? عندي سورس. وعندي دول خاصين باللوب الاولانية. بعد كده عندي ضامم لوب وان ولوب تو. وعندي ضامة لوب وان ولوب ثري. لو انا جيت سألتك هو اللي ماشي في اللي فوق دوت. كانت كمتو كام? ايوان? ده على اساس اللي هو ايه? اللي هو هطالي في المسألة. طب قيمة الكانت اللي ماشي في البرانش ده? المفروض هو عباعة لو انا ببوصلها من اللوب ده هو عباعة عن ايه? ايوان ماينس ايو تو. لو انا ببوصلها بالنسبة لللوب ديت فيبقى ده ايوان ماينس ايه? ايو تو. طب بالنسبة البرانش اللي تحت دوت. ايوان ماينس اي سري. تمام? لو انا عايز اكتب بتاعت الكي في الل بتاعتي هكتبها ازاي? حد عنده فكرة ولا? طب ها حد يقوم. حلوة. زي ما ازملكو هنا كده ايه? انا ديت انا عايز ايه? اشوفها ايه علاقتها بالكارنت. فالعواني هني اخدت بالي هو هنا ده كأنه بيطلع الايوان. بس دوت. فعكس اتجاه الايوان. يبقى قيمة اللي شايفاه اللوب ده هو عباعة عن كام? العشرين ديت. ناقص الايه? ناقص اللاربعة. يديني كام? يديني 16. ده كده قيمة الايه? اللي شايفاه ايه? اللوب ديت. ده بالنسبة للايه? بالنسبة بقى اللي موجودة عندي. يعني انا عندي في اللوب كام? اتنين. تمانية. فى ايوان. و 16. فى ايوان ماينس ايه? ماينس ايوان. يبقى معنى كده انا عندي كام ايوان? عندي اربعة وعشرين. ايوان? اللي هي الثمانية زائل اللي ايه? الستاشر. ناقص. ستاشر ايوان. ده كل ده وانا بتكلم في ايه? في لوب وان. طب تعالا نبص على اللوب تو. بالنسبة بقى اللوب تو. هتقول لي كلمة الكارنت اللي ماشي هنا ده. اسمه اي تو. طب اللي ماشي هنا. اي تو. ماينس اي ثري. طب تعالا بقى للبرانش ده. انا هنا بحسب بالنسبة لاني لوب. فانا دايما معتمد ان اتجاه الكارنت هو الاتجاه اللي هو ايه? مديهولي. فبالتالي انا معتمد ان الكارنت هيمشي ازاي? هيمشي كده. فانا هنا مش ببص على الاتجاه ده الكارنت. انا ببص على الاتجاه ده. اللي هو نفس اتجاه ايه? نفس اتجاه ال i2. وبالتالي هيدا السهم دوت بيعبع على i2 minus i1. خد بالك انا هنا بتكلم على اللوف دي. فبالتالي انا مهتم باتجاه الكانت اللي كده لان ده هو نفس الاتجاه اللي هو مدهولي. فده بتاعه هنا على حسب دي هي عبارة عن قيمة ال i2 بتاعتي ماينس الايه الايوان لان الايوان هو اللي عكس الاتجاه. برضو بنفس الايه الكنسط. ابدأ ابص. ايه اللي موجودة عندي هنا? انا عندي الاربعة وعشرين. وعندي الاربعة. في نفس اتجاه الكانت. فبالتالي بوست بو الجمعة. بيبقى تمانية وعشرين. ده بيساوي. اول حاجة خالص انا عندي التمانية لوحدة. مفيش حاجة مع الايه? مع اللوب الاولانية واللوب التالتة. في موجودة ما بينه. فبالتالي يبقى انا عندي هنا تمانية. فا اي تو. وستاشر. اي تو مينس ايه? مينس اي ثري. يبقى انا عندي كم? باع وعشرين. اي تو. مينس ستاشر اي ثري. في اي مشاكل? طيب اخر حنمشي بوضو بنفس الايه? بنفس الكونس. بس بشكل اصعر بقى. هنا انا عندي صورس. صورس دوت ايه? عكس التجاه الكانت. فبالتالي هيبقى النيجاتف. الريزيستنس اللي موجودة عندي. عندي ستاشر في اي ثري مينس اي واندي ستاشر في اي ثري مينس ايه? اي تو. فبالتالي انا عندي مينس ستاشر في اي مينس ستاشر في اي تو. بلس. عندك ثلاث معادلات بتلاث مجاهية. بتبعرف تحلهم بكل ايه? بساطة. طبعا اسهل حاجة لو انت بتعمل معدي سي سوركت انك تحلهم على الايه? الكلاتو. نسعر في الطريقة ولا لأ? طيب. المفروض لما انت هتحل المسألة. هتقدر توصل لقيمة الايه? لقيمة اللي موجودين عندك انها اي وان. هيطلع بي. وان ميلي امبير. اي تو. وان بوينت فايف ميلي امبير. واي ثري. وو بوينت فايف. ميلي امبير. حد كده عنده اي مشكلة في الكلام ده? دوني تمام? حد ما اتعد على حاجة? ايه تاني هو اللي طالبه في المسألة? قال لك انا عايز تعمل حاجة اسمها يعني ايه? يعني ايه? يعني جيب لي قيمة القيمة اللي حصلها وقيمة القيمة اللي حصلها للسيركيت وتحسبهم لي وتتأكد ان اللي يتم يصريون لبعض. طب واحدة واحدة. يعني احنا ما سمعناش الكونسد ده قبل كده. يعني ايه القيمة وعني ايه القيمة? احنا زي ما اتفقنا مقصوص بتاعنا ده هو اللي بيعمل ايه? هو اللي بيدرايف باور للسيركيت بتاعتي. طب الباور دي هي بتروح فين? بتروح في حتى يقول لك ايه ده الجهاز سخني. ففي الواقع هو اللي بيحصل? هو بتتحول لهيت انرجي. تمام? فالفكرة بكل بساطة لما يجي يقول لك انا عايزك تعمل او ما يطلب منك انك تحسب فلو انت بتحسبها بالنسبة لسورس فده بنسميه السابلايد باور. ان الباور دي بسابلاي للسيركيت. طب لو احنا بنحسبها بالنسبة لرزيستنس بنسميها لايه? اديسيبيتت باور. تمام? فانت حيبقى مطلوب منك انك تحسب كيمة الباور عند كل رزيستنس وتجمعها. وتحسب كيمة الباور عند الاتنين سورس دول او هنا بقى بالنسبة لي هنا في المسألة حقيقة. فيه ثلاثة وتجمعها. ايه اللي لازم يحصل في الاخر? يتوزع على بعض. طيب. ده كده الفكرة العامة. طب انا دلوقتي عايزة اسأل بس حاجة عشان اتاكد انتم فاهمين ولا لا? عشان لو كده نروح المسألة اللي بعدها. لو انا جيت قلت لك الباور اللي بتبقى موجودة في الريزيستنس اللي هي ستاشر دي. قيمتها بتساوي كم? اي سكوير فا ار. طيب. الاي هنا هو عبارة عن ايه? هل هو اي تو ماينس اي ثري ولا اي ثري ماينس اي تو? طب سؤال. اول حاجة خالص. هتفرق يعني فيه ناس بتقول مش هتفرق وفيه ناس بتقول والناس بتقول هتفرق. طب مش هتفرق ولا هتفرق? طب بين اللي بيقول مش هتفرق? طيب واللي بيقول هتفرق. طيب واحد بقى من اللي قاله ومش هتفرق. يقول ليه? ماشي بس احنا لو عايزين نتكلم عليه بقى. هي مش هتفرق لان انت لما بتجيب باور على انت بتقول ان هي عبارة عن ايه? اي سكوير فا ار. طب لو انا بقى جيت غلست عليك وقلت لك انا مش عايزك تحسبها كده. انا عايزك تحسبها ان هي عبارة عن اي في في. لا. بلاش اتجاه. ليه بولاريتي. يعني ايه بولاريتي? يعني هنا والنيجاتف هنا دي مش بنسميها اتجاه بنسميها بولاريتي. تمام? فانت ساعتها لازم تعمل ايه? لو بتقول مثلا ان قيمة الكارنت اللي هيبقى ماشي هنا. هو كزا في الاتجاه ده. فساعتها الفولت اللي انت لازم تاخده. هل يكون هنا والنيجاتف هنا ولا العكس? ها. تمام? طيب اللي بيقول هتبقى كده. يعني انا عايز الناس تشارك. كده صح ولا غلط? اللي صح يرفع ايده. ها? انت عايز تسأل لي ولا عايزة? ايه? سواني بس انا مين اللي بيقول ان هي صح? انا عايز الناس تشارك. طيب ومين بيقول ان هي غلط? كده هي الصح. واحدة واحدة بقى واكز معي. انا هنا عايزك تبقى فهم حاجة. انت ممكن تبصلها كحاجة بسيطة خالص. اللي هي ايه? مش احنا لما جينا عملنا ده قلنا ابسط حاجة ان كده فانا عايز احط الصوس التاعي بشكل بحيس نوعي ضايف في نفس الاتجاه. فانت ممكن تقوم قايل ان ده شبه ده. تمام? طب لو اعنا عايزين بقى نبصلها كماثيماتيكس. هي القصة كلها ايه? مش الكران دوت هو هو نفسه الكرانت اللي حيبقى ماشي هنا? يبقى معنى كده لو انا اعتبرت من دي انا شلتاها وحطيت مكانها ايه? يبقى معنى كده ان الكرانت دوت المفهود لو محطوط بتاعته كده يطلع كرانت فين? في الاتجاه ده? تمام? بيحصل فيها? بيحصل فيها اه. ماشي بس انا عايز بقى تقول لك على حاجة هي. خلينا الكلفة بعد احصل. انا مش عايز اقول مش عايز اقولك. طيب. بس في العادي عشان ترايح دماغك. عشان ترايح دماغك. لما تيجي تحسب. الاسهل انك تحسبها. فبالتالي انت ما بيفرقش معاك كده الايه? قيمة الايه? الكرانت. او سوري ما بيفرقش معاك الاتجاه بتاع الكرانت. طب لما تيجي تحسبها بقى بالنسبة لايه? بالنسبة لسورس. الفي في الاي. تمام? معادرة في الاعتبار حاجة بقى. لو احنا مثلا بنتكلم عن السورس دوت اللي هو عشرين فولت. الكرانت بتاعه اللي انا هضربه فيه عشان اجيب هو هيبقى كم? طب لو انا هنا بتكلم على الاربعة فولت ده هيتضرب في كم? ايه? انا مش معترض انا بتكلم انت فاهم الكنسبت ولا لا? ده اللي انا بتكلم فيه. انا دلوقتي لو بقولي ان انا عندي هنا اربعة فولت. تمام? كمت الكرانت اللي هيبقى ماشي كده. سوري كمت الفولتج سورس ده. لو انا عايز اجيب الباور اللي هو بيطلحها. هتبقى كمت الفي اللي هو اربعة في كم? فاي تو ماينس اي وان ولا اي وان ماينس اي تو? اي تو ماينس اي وان. لان ده لو هو كده. فالما فوق كأنه بيطلع في الايه? في الاتجاه ده. الناس كده هتبقى على الحتة دي ولا لا? حد كده عنده مشكلة? فالمفروض هتجمع الباور زي هنا هتجمع الباور زي هنا لازم يطلعوا مسويين لايه? مسويين لبعض. طيب. اخر حاجة خالص. ايه? لا عليه صوتك معلش. ما انا بقول? مش فارق معي. لو انا بحس بالباور. لو انا بحس بالباور انا ما يهمنيش. انت حتين ماشي كده ولا هتمشي كده? ليه? لانك هناك تتعامل مع اي سكوير. الايه? الريزيستنس اللي هي تمانية. ها. لأ انا بقولك لو احنا افترضنا ان انت بتتعامل ان الكرانت في الاتجاه ده. وانا جيت طلبت منك انك تحسب الباور. فالباور هي اي سكوير في ار مش معترض. او اي في في. صح? طب الفي بقى هل تكون انك تاخد اللي هو كده ولا العكس? ده اللي انا كنت بتكلم فيه فانا قلتها هتاخدها بالشكل ده. بعد لو تايها اوي خليها بعد ماشي? طيب. لأ مش بوستر. خلينا ما انا بقول. طب خليها بعد عشان بس عشان النقطة الاخرية ديت. انا عايز اسألكو بس على حاجة. هو الدكتور ان بمحدكو ايه? دخل معاكو في الاوب امب ولا لأ? من اول المحاضرة ولا? تمام. اوكي. طيب. اخي احنا عايزين نقولها هي خاصة الجزئية ايه? بتاعة الايه? بتاعة. ايه بقى فكرة ديت? دي مش طوق لحل المسألة. دي طوق لتسهيل المسألة. بمعنى دلوقتي زي ما نتشايفين الدوائر اللي احنا نتعامل معاها هنا ديت دوائر مجرع لاصل. وصعبة. عشان راح افحل المسألة ديت فانا بستخدم طوق عشان عشان راح افحلها. ديت هي هدفها الاساسي ان هي تعمل ايه? ان هي تبسط لي المسألة بحيث ان هي توصل لشكل يعوضني عن الشكل المجعلس اللي المسألة موجودة عليه. ايه معنى الكلام دوت? لو احنا جينا مثلا نبصينا على المسألة بتاعتنا ديت انت عندك مسألة طويلة عريضة. تمام? وفي اخر المسألة ديت انا حددت لك كده اتنين او حددت لك كده اتنين نوتس واحدة اسمها ايه واحدة اسمها بيه? وجيت قلت لك انا مش انترستد في الشكل دوت انا انترستد في النقطتين دولة بحيث ان النقطتين دولت انا ممكن اغير حجم الريزيستنس اللي بيتحط عليه او اغير الشكل اللي ممكن يتحط ما بينه ايه معنى الكلام ده? واحدة واحدة. لو انا جيت هنا ما بين النقطتين دولت ووصلت لك كمتها خمسة كيلو. ايه اللي هيحصل? لو انا قلت لك انا عايزك تحل الدايقة دي? عادي. هتقوم اعمل سنبلفيكيشن كي في ال كي سي ال اي ان كان. وهتجيب لي كمت الكانت والفولتج اللي موجودين هنا. طب لو انا جيت بعد شوية وقمت مغيير لك الكلام ده. قلت لك بدل ما هي خمسة كيلو خليتها عشرة كيلو. ايه اللي هيحصل? هتلاقي ان الفاليوز اللي موجودة هنا ايه? بتتغير. طب تالت غيرتها تالت. انسوهم. طب ايه الاسهل? الاسهل ان انا اوجع دماغي بالتغيير اللي انا هعمله هنا. ولا خلي الجزء ده كده كله طالما ان هو ثابت يتحول لشكل سهل بحيث ان انا لما اتعامل مع الدايقة دي مشغلش دماغي بالتفاصيل اللي موجودة جوه هنا. تفهمين انا عايز اعمل ايه ولا لا? انا عندي دايرة. شجلها مجعلص. الدايرة ديت هتتوصل على حاجة. الحاجة دية كل شوية ممكن تختلف. غردي الاساسي ان انا مش عايز اعمل مشكلة. يعني ايه مش عايز اعمل مشكلة? يعني كل ما حاجة هنا تتحط كل مرابر هتطر ان انا اعمل املاسز مختلفة. طب ايه الحل السهل? بما ان الجزء ده سابت ما بيتغيرش. والجزء ده هو اللي بيتغير. يبقى حولهول الشكل. لما انا احط هنا اي حاجة يبقى سهل علي ان انا اعمل الايه? الاساس بتاعتي. طب هو ايه اسهل حاجة انت ممكن تعملها? قالك ان الداية بتاعتك دي تحولها لايه? لفولتج سورس. متوسل عليه. كأنك بتعمل ايه? كأنك بتعمل ايه? كأنك بتعمل تمام? بس المرة دي انت وانت بتعمل انت متعرفش او مش شايف الجزء ده من الداية بتاعتك. تمام? دول بيتعرفوا تحت مسمة ايه? الثيفنين ثيرون والنورتون ايه? والنورتون ثيرون. مش هنحتاجها قوي يعني بس. فالفي ثيفنين والآر ثيفنين او الآي نورتون والآر نورتون دول بيعباره عن ايه? بيعباره ان انت عندك داية. الداية ديت انت عايز تبسط شكلها بحيس انها تبقى في النهاية عباره عن ايه? سورس. متوسل عليه ايه? بحيس النقطتين دول او دول لما انا جا وصل عليهم اي حاجة المسألة بتاعك تبقى مسألة ايه? بس خد لك من حاجة ان انت وانت بتحل المسألة دي اللي اتنين دولة مفتوحين. انت ما عندكش هنا قيمة فبالتالي انت اللي انت بتعمله ده مش حينفع يتعامل ايه? مش حينفع يتعامل هنا. طب حل الموضوع ده ايه? قالك بص انت في النهاية بتحل عشان تقف تعمل ايه? تحول الشكل المجالس قدامك دوت لحاجتين. هنسميه الوي سيفنين والريزيستنس هنسميها ايه? الار سيفن. انت هدفك الاساسي انك تععف تحسب الار سيفنين ده بكام? والفي سيفنين ده بكام. عشان تععف تحسب الار سيفنين قالك بكل بساطة. امسك الدية بتاعتك ديت. كل السورس اللي موجودة فيها شيلها. لو عندك تخليه شورت سيركت. ولو عندك كان سورس تخليه اوبن سيركت. تعالوا نطبق الكلام ده هنا. كان سورس اوبن. والكان سورس ده هنا يبقى والفولتج يبقى شورت. يبقى انا كي ان الرسمة بتاعتي بقت عبارة عن حاجة زي كده. تمام? ده هنا كل ده عشان اقدر احسب الايه? طب سؤال انا عايزة احسب الار سيفنين منين? ما بين النقطتين دول. فبالتالي النقطتين دول انا عايزة اشوف هنا. ابدأ اعمل ايه? شوية كونيكشنز بقى. المفروض السيكس كيلو والفورتين دولت ما لهم? سيريس مع بعض. وده كله مع الايه? مع الخمسة. تمام كده? طيب. ده عشان اقدر احسب الايه? عشان ترضى تحسب تعمل ايه بقى? قالك السيركت دي تحطها زي ما هي. وتحسب اللي موجود ما بين الايه? ما بين النقطتين دول. يعني انت عايز تحسب والسيركت موجودة بالشكل ده. طب اي سورسز موجودة عندك في المسألة? سيبها زي ما هي. طب انا هنا ممكن احل ازاي? عايز تحلي عايز تحلي عايز تحلي عايز تحلي اللي يريحك. طبعا الاسهل بالنسبة للدغاية بتاعتي دي هنا ان انا احل ايه? ها? الاسهل ان انا احل ليه? لان اول حاجة خالص احول الاتنين دول متوصل معاة وده يفضل زي ما هو. وده اما حولوا متوصل معاة ايه? وابدأ ايه? ازبط المسألة بتاعتي بحيس ان انا في النهاية اعرف اجيب الايه? الفولتج ده. فبالتالي ان اقدر كده احسب الايه? ال V7 وال R7 وهو ده اللي كان مطلوب في المسألة. طب لو جيه قالك بقى انا عايزك تحسب الايه نورتن. ايه اللي حيفرق? عندك حل من الاتنين. الحل الاولاني ان من خلال حزبتك لل V7 وال R7 بتقوم ايه لان الايه نورتن هي عبارة عن الايه? ال V7 على الر7. اول لو انت بقى عايز تحسب الايه نورتن مزبوط. المفروض ده بتعمل ايه? بتقوم جايه موصل سلكة من الايه ال B? وتقوم ايه انا عايز اجيبكم تلك كانت فين? من ال A لل B. تمام كده? طيب. انا كده اعتبر ايه خلصت. حاجتين بس اللي انا هنبهها عليهم. المفروض الكلام دوت انت سمعته عنه قبل كده او خدته. هنا انا مش جاي اختبرك في الكلام ده. انت مفروض ده طول في ايديك بتستعمله عشان تعرف تمشي بعد كده فين? في المسائل. فبالتالي مهم انك تكون فهم انت ازاي بتعرف تستعمل للايه? التول دي. ده عقم واحد. عقم اتنين. ان شاء الله بقاقاتا من الاسبوع الجاي هنحننبدأ نخش في الايه? في الكورس بتاعنا وحنبدأ نتكلم عن الايه? نعمل القو بقام. شكرا نشوف حضراتكم الاسبوع جايه.